مرحبا بكم مشاهدين الكرام انتقد السفير الأمريكي السابق لدى السعودية روبرت جوردان في تصريحات سابقة انتقد سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال العامين الماضيين ووصفها بالفاشلة واضف جوردان أن العامين الماضيين شهد فشلا كبيرا في سياسات السعودية مشيرا إلى أن ابن سلمان هو المسؤول عن تلك السياسات الفاشلة كما انتقد السفير الأمريكي السابق تحالف السعودية مع بلاده قائلا إن ملابسات قتل خشقجي مثال فضيع على وحشية لا ينبغي أن تمارسها دولة حليفة للولايات المتحدة ومعنا مباشرة عبر الأقمار الاستناعي من واشنطن السفير روبرت جوردان سفير الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق في الرياض سيد سفير مرحبا بكم التحالف الأمريكي السعودي بدأ منذ روزفيلد الملك عبد العزيز إلى ترامب ابن سلمان قلتم إن سياسة ابن سلمان في العامين فاشلة جدا ما هي وجوه هذا الفشل أولا بطبيعة الحال اطلع بمسؤولية كل سياسة للمملكة وطبعا منذلك فشل الأرامكو اكتتاب أرامكو وأيضا التدخل في الحرب في اليمن ومثم خطف رئيس وزراء لبنان ومثم أيضا قتل جمال خاشغجي ولي العهد أظهر لغاية الآن أنه ليس ناضجا وليس لديه حكمة ولا يستطيع أن يدير هذه المملكة ويحدون الأمل أن يعدل من سلوكه من خلال تدخل أسرته وضغوطات الخارجية ولكن لغاية الآن كل شيء قام به لم يكن ناجحا بالفعل كل شيء قام به لم يكن ناجحا بالفعل إذا توقفنا عند مقتل خاشغجي الاستخبارات الأمريكية وجهت التهمة مباشرة لمحمد بن سلمان لكن الرئيس الأمريكي لا يزال مصرا مدافعا عن بن سلمان هل هو التحالف السياسي الأمريكي مع الرياض؟ أم هي المصالح والنفط كما قلتم؟ ثم تتحالف سياسي يقينا الرئيس يرى المملكة العربية السعودية كركيزة أساسية لسياسته في أشرق الأوسط حماية المملكة العربية السعودية وحماية إسرائيل طبعا هدفان توأماني للسياسة الأمريكية لمواجهة إيران أما إذا ما كان هناك انخراط شخصي للحصول على مقتصادات الاقتصادية فلا أعرف ولكن هناك تحقيقات وأعتقد أنه من الأهمية بمكانة نكشف النقابة عن تلك التحقيقات في انتظار تلك التحقيقات الكونغرس الأمريكي ماذن ربما كما قلتم إلى معاقبة السعودية ما الذي سيحدث بين الرئيس ترامب والكونغرس في حال حرم أو عاقب الكونغرس الأمريكي السعودية ما نوعية هذا العقاب في رأيكم سعاد السفير لدينا قانون يسمى قانون ماغنيتسكي العالمي وهذا طبعا فعل من قبل الكونغرس منذ ثلاثة أشهر والرئيس يدين للكونغرس برفع تقرير بشأن قتل خاشقجي الكونغرس يصر الآن بفرض بعض العقوبات ولغاية الآن العقوبات التي فرضتها مرتبطة بحظر سفر لبعض الأشخاص وكأنك تقول عفوا لا يمكنك أن تأتي إلى هنا وتذهب إلى ديزني لاند يجب أن تكون العقوبات أكثر جدية وهذا ما ينظر فيه الكونغرس إذا ما استطاعوا أن يصلوا إلى قانون يسموا على أي فيتو من قبل ترمب فهذا طبعا قضية مختلفة ذكرتم في مقدمة حديثكم من وجوه فشل سياسة محمد بن سلمان في اليمن وقلتم أيضا بأن اليمن في إطار التحالف الولايات المتحدة دعمت التحالف والتحالف قطف على الأطفال والتحالف كما يرى البعض سيؤدي إلى تقسيم اليمن الإمارات في الجنوب والسعودية في الشبال لماذا تدعم الولايات المتحدة الأمريكية تحالفا يقتل أطفالا ويمزق بلدا وهذا ضد القوانين الدولية أليس كذلك سيد سفير أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تدعم كل قرار تكتيكي وكل فعل يتخذ في اليمن ولكنها تدعم على العموم الجهود السعودية لوضع حد للحوثيين وانتفاضاتهم والوصول إلى حكومة وطنية وأعتقد أن هناك بطبيعة الحال أخطاء اقترفت وكما قلت هناك مدنيين سقطوا وهم يتدورون جوعا هذه هي الكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية يجب عليها أن تتخذ التدابير لتبطئ هذه العملية ولكن لما شعث الأطراف وهناك توقعات واقعية وقد سمعتم من السعوديين يقولون أن حوثيين يجب أن يستسلموا وهذا غير واقعي لأن هناك 30% من سكان علمانين هم حوثيون أصلا محمد بن زايد هو مرشد محمد بن سلمان كما قلتم والعزف رباعي أريد أن أتحدث هنا عن المملكة العربية السعودية عن الإمارات عن البحرين ومصر كيف يرشد بن زايد محمد بن سلمان حسنا لا أعرف الكثير من التفاصيل لكن أقول لكم لدي احترام لمحمد بن زايد على مدى السنين وأعتقد أنه مصطبصر ومتقدمي وقابلته خلال السنوات الماضية وأعتقد أنه كان يشرف على محمد بن سلمان لكي يحدث إصلاحات للاقتصاد وإصلاحات اجتماعية في المملكة ولكن أعتقد أنه ربما يمكنه أن يمارس نفوذه على حوة أكثر قوة ولكن أعتقد أن الإمارات العربية المتحدة منهمك في اليمن كما هو شأن السعودية ولذلك يحتاج الإماراتيون أن يتوقفوا برهة لكي يعرفوا أن هذه الحملة هي بالفعل حملة مدمرة ولكن كل من محمد بن سلمان ومن زايد يقتلان الأطفال ويقتسمان اليمن ويهرولان لعلاقات مع إسرائيل هل هذا ما يرفع حظهم في العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية هل هذا الغطاء الإسرائيلي ما يغطيهم أمام العالم وأمام الرئيس الأمريكي تحديدا يقينا السعوديون والإماراتيون لديهم مصالح مشتركة مع إسرائيل لمناوأة إيران وقد وصفوا الحرب في اليمن كحرب بالوكالة طبعا الحسيون يقاتلون نيابتنا الإيرانيين وهنا يأتي بطبع الحال تأتي المصلحة المشتركة ولكن هذا توصيف خطير طبعا إيران وفرت بعض الدعم للحسيين ولكن لم تبدأ الحرب الأهلية هكذا ولا يتعين أن تنتهي أيضا كذا عندما نتحدث عن إيران ملتقى وارسو الأخير اعتبره البعض إفلاح أو نجاح ربما لإسرائيل ونجاح أيضا لأيران كيف قرأت معادلة وارسو في ذل العلاقات العربية الخليجية الأمريكية والإسرائيلية تحديدا أعتقد أنه من أهمية المكان أن نعرف من لم يذهب عوضا عن من ذهب نتبع حالنا كممثلين رفيعي المستوى لم يذهبوا إلى وارسو لا أعتقد أنه يمكننا أن نصل إلى حل في الشرق الأوسط من دون الدول الأوروبية المختلفة لذلك أعتقد أن وارسو لم يكن ناجحا وأعتقد أن الحكومة البولندية تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب احتضانها هذا المؤتمر الذي كان مناوئا لإيران بالفعل كانت حمل منوئة لإيران وهذا بطبيعة الحال صبف مصلحة ناتنياه هو إسرائيل ولكن لا يبدو أنه وصل بنا إلى أي حل سيد السفير عملت في الرياض والسعودية وكانت لك قرب من ملوك السعودية هل كنت تتوقع أن دول الخليج سينفطر عقدها بهذه السرعة ما الذي كان السبب أريد أن أقول ما هي أسباب حصار قطر ومن العازف الحقيقي هل هو ترامب هل هو محمد بن سلمان هل هي الإمارات أم هو من أعتقد أن الضغين بين السعودية وقطر هي قديمة جديدة كانت هناك حلقات في السابق عندما كنت سفيرا أعتقد في عام 2002 الجزيرة كان لديها مسلسل عن عبد العزيز ولم يكن يثنى على هذا المسلسل أو هذه الحلقات وبطبيعة الحال كان هناك تبادل بالكلمات وهناك أيضا في عام 2014 أيضا محطة ثانية شائكة إذن هذه ليست المرة الأولى لهذا الخلاف أعتقد أن السعودين والإماراتيين على نحو الخاص ينظرون إلى حركة الإخوة المسلمين كتهديد وجودي وبعض أعضاء حزب الإخوة المسلمين طلبوا تغيير النظم الملكية في تلك البلاد إذن إذا ما قلنا بتبعيح أن قطر متعاطفة مع حركة الإخوة المسلمين هذا ما جعل ذلك تحدي دبلوماسي في المنطقة والجزيرة يبدو وكأن السعودين والإماراتيين ممتعدين منها والمدل إيست آي هي أيضا شغلتهم ولذلك فإن هناك 13 مطلبا رأيناها ولكن هذه المطارب لم تكن واقعية ولكن كان يجب أن نظر فيها كبداية في الوصول إلى حوار وتعاضد وتعاون أما السلوك الذي اتهموا فيه قطر يبدو وكأنه استجيب عليه من قبل الإماراتيين والسعودين على نحو مفرط ولكن الطرفان يجب أن يتنفسا نفسا عميقا ويجب أن يسو خلافاتهما لأنه من لهمية بمكان لأشرق الأوسط أن يرأب هذا الصدع في دول مجلس التحوال الخليجي سيد السفير رفضتم أو قلتم أن حصار قطر جائر وقلتم بالعبارة الواضحة ينبغي مساءلة المملكة العرب والسعية هل يمكن مساءلة السعودية قانونيا أم أن المال السعودي في يد ترامب يسكت كل قانون الرئيس ترامب وسام الحصار بكلمات متضاربة أحيانا قال أنه لائق أحيانا قال أنه كلا ليس كذلك ولكنه يتفهم أن الوطنة المتحدة الأمريكية لديها إحدى أكبر القواعد العسكرية في ضواحي الدوحة والعلاقة مع قطر مهمة ولا يمكننا أن نفرط بها ولذلك يجب أن يطرق طرائق لإنهاء هذا الحصار وأعتقد أن هناك طرائق مختلفة يمكن الوصول من خلالها إلى حل دبلوماسيا وأعتقد أن الأمر منوط بالطرفين لكي يقروا بالمسألة ويجلزوا إلى ذات الطاولة هناك حصار ربما واضح للسعودية هذا الخروج خروج ابن سلمان وذهبه إلى الكتلة الأسيوية 20 مليار دولار استثمار في باكستان الذهاب إلى الصين العلاقة ربما قريبا مع الولايات مع روسيا هل سيتغير ميزان التحالف الأمريكي السعودي لصالح الجانب الأسيوي أم هو استعراض عضلات سعودية لابن سلمان ومحاولة التعويض عن هذا الفشل السياسي أمام أوروبا وأمام العالم أعتقد أن الأمر غير مرتبط بتحويل التوازن شرقا أعتقد أن الأمر مرتبط بالمصالح السعودية وهذا مفهوم الصين كما تعرفون تحتل المرتب الأولى تجاريا مع المملكة العرب السعودي لذلك من الطبيعي أن يمضي محمد بن سلمان وقتا هناك كما فعل الملك عبد الله منذ عشر سنوات هذه زيارات مهمة ولكن التوقيت لافت وأنا متأكد أنه يحاول أن يعيد إصلاح سمعته ليقول للناس أنه يمكن أن يسافر ويمكن بطبع الحال بحفا وأن يستقبل من قبل رؤساء آخرين ويمكن أن يوفر صفقاتنا أو يصل إلى صفقاتنا بواقع مليارات الدولارات ولكن دعونا نتذكر إذا ما كان هناك تهديد وجودي للمبكرة العربية السعودية فأعتقد أن الألوات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة التي يمكن أن تنقذ السعودية نعم يعني في سياق الحديث عن الدول المحاصرة للقطر هناك مصر إعدامات السيسي واضحة تملأ العالم التعديل الدستوري قائم والغرب لا يفتح فما هو لا يحرك ساكنا لماذا يسكت العالم عن السيسي عن إعداماته أعتقد وإلى حد ما فإن المعلومات المصطفيدة والوابل وسائل تواصل الاجتماعية والمعلومات فيها قد جعلت العالم خديرا وأعتقد أن هناك الكثير من الأمور من الفضائع تمضي على قدم نصاق في تركيا وفي الصين وفي الكثير من الدول السلطوية حيث تنتهك حقوق الإنسان هناك إعدامات هناك سجن وهذه أمور حياتية يومية أعتقد أن قتل جمال خاشقجي في جهة المقابلة كان مرتبطا بعدم رضاء العالم إزاء المركة العربة السعودية لسيمة أحداثا 11 سبتمبر وضبابية حكومتها وبطبع الحال كان يعيش سيد جمال أيضا في واشنطن وكان يكتب للواشنطن بوست وهذا ما صلت الضوء على قضيته أكثر فأكثر التحليلات تشير إلى استقواء بن سلمان بترامب بالرئيس ترامب من خلال مقتل خاشقجي ومن خلال السجون في المملكة العربية السعودية المليئة بالعلماء وبأيضا الصحفيين والكتاب مثل ما يستقوي السيسي بترامب فهي مصلحة ترامب في إعدامات المصريين في شنقهم في تعديل الدستور يصنع ديكتاتورا كما تعرف أعتقد ولفترة طويلة كان ثمت سياسة مرتبطة بالحديث مع الزعمة يشرق الأوسط عن ملف حقوق الإنسان فيما وراء الكواليز عندما كنت سفيرا طبعا كان ثمت حديث صعبة مع السعودين بشأن سجل حقوق الإنسان في ذلك البلد في تلك الفترة لذلك أتوقع أن هناك نقاشات بالفعل تجري على قدم وساق مع الإدارة المصرية في هذا الخصوص ولكن لا يجب أن يستمر ذلك لقد علقنا بعض المساعدات التي ضفقت إلى مصر بين فترة وأخرى بسبب هذا الملف وأعتقد أنه يجب علينا أن نضرب توازنا لأن مصر حليف لنا ولكن هناك ملف حقوق الإنسان الذي لا يتوأم مع مثل الولايات المتحدة الأمريكية تقابلها في مصر أيضا سجن رئيس يعني الرئيس مرسي منتخب ولكنه في السجن ماذا يعني هذا في حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد اعتقادا راسخا أن هناك مساحة ينتبه قلق إزاؤها لجهة تاريخ مصر الحديث منذ الإطاحة بحسن مبارك من قبل مرسي ومن ثمي الإطاحة بمرسي من قبل الجنرالات أعتقد أن تلك الحلقات كانت بمثابة حلقات انتقامية وسياسة الحد الأقصى والمعادلة الصفرية حيث لا يمكن للمعارضة أن تبضي قدما وأعتقد أن هذا التاريخ يثير الكثير من الشواغل في حديثكم أنتم غير راضون عن محمد بن سلمان عن سياسته الفاشلة كما عبرتم وهذا لا يناسب التحالف قلتم لا قيم مشتركة ولكن مصالح متقاطعة ما هو الشكل المثالي للتحالف السعودي الأمريكي الذي ترغبون فيه السيد سفير أعتقد أن هناك مساحة للتحسين بالفعل ويحدون الأمن أن يكون هناك مساحة مع ولي الأهد الشاب لتعزيز التعليم وللوصول إلى النج ويتعين بطبعة الحال أن يرشده أباه والمستشارين الآخرين أعتقد أن هناك علاقة تربط هنا بالمبكة العباس السعودية وهي تتعدى زعيم الساعة لذلك فأنا العلاقة هي تتعدى الرئيس ترامب وهي تتعدى محمد بن سلمان هي علاقة بين دولة ودولة وهناك طبعا أمن قومي وهناك أيضا مصالح مشتركة بغض النظر عن زعيم الساعة يهدون الأمل أن نتعدى هذه السياسات الفاشلة التي وصفتها منذ قبل لكي نصل إلى التنمية والتطور والنج في الزعامة لكي تستمر إلى سنوات قادمة تتعدى زعيم الساعة ولكن هناك في حقوق الإنسان الجريمة الإنسانية لا تسقط بالتقادم هل الدم خشقجي سيسقط في ظل التقارب الأمريكي هل ستعاقب السعودية هل سيعاقب محمد بن سلمان يحتاجوا بطبع الحال أن يتم العقاب أكثر مما كان عليه في السابق إن استجابة الوطن بالتحل الأمريكية كانت ضعيفة وإيضا استجابة الأوروبيين كانت ضعيفة بخلاف ألمانيا المستشارة الألمانية أعلنت أنها لن تبيع أجزاء ملاحية وأيضا معدات أخرى للمنزل الكعربية السعودية وهذا سيؤثر بطبع الحال على المقاتلات ويؤثر على بعض المعدات العسكرية السعودية ولكن في خضم ذلك نرى الفرنسيين والبريطانيين يحاولون أن ينتهزوا الفرصة اقتصاديا وينتهزوا الفراغ لكي يبيعوا السلاح لذلك أعتقد أن العالم يجب أن تضافر جهوده وأن لا يستقبلوا محمد بن سلمان في البيت الأبيض أو في باكينغام بلس في قصر الباكينغام أو في الإليزي أعتقد مهمتي بمكان أن تفرط العقوبات لا سيما تجميد أصول الجنات ومن أهمية بمكان أن نرى سعد القحطاني مجتشار ولي العهد الذي كان مطورة على أحب الواضح فيما حصل يجب أن لا يستمر في توفير نصيحتي لولي العهد كما تقول الأنباء نعم سعد سفير سبق وأن تحدثتم عن مصلحة النفط الأمريكية تحدثتم عن ما أسميته التشارك الأمريكي السعودي أثناء المد الشيوعي في السبعينيات النشاط السعودي الأمريكي فيما يسمى بالقاعدة وغيرها هل يمكن الحديث عن تشارك أمريكي السعودي في مسألة إسرائيل وتخريب البيت الفلسطيني وتحويل فلسطين إلى أرض للقتل أين الحق الفلسطيني؟ أين التشارك من أجل العدالة الإنسانية والحق الفلسطيني؟ أنا لست متفائلا في الأثناء أعلم أن هناك خطة لها من قبل جارد كوشنا ودول خليجية لينظروا في القضية الفلسطينية طبعا هذه القضية الفلسطينية أثرت الكثير من المشاكل في السابق السعودينا كانوا يفكرون بأن كل شيء في العالم مرده الإسرائيليون عندما كنت سفيرا أما الآن فيعتقدون أن كل شيء سيء في عالمنا مرده إيران وبالتالي فإن الفلسطينيين حيرة وفي بعض الأحيان فقد الفلسطينيين الزعامة وهذا بأثر عليهم ولكن أعتقد أن هناك علاقة قصومة دائما وأبدا تتجلى أعتقد أن الخطة الجديدة لن تكون مرضية للطرفين ولا أعتقد أن الطرفان لديهما الإرادة السياسية أو رأس المال السياسي لكي يصلوا إلى حل ولكن هناك شيء يختمل تحت السطح وسوف ننتظر ما سيرشع عنه ولكن أنا بطبع الحال أنشك في مدى نجاح هذه الصفقة سعاد سفير الإسرائيليون يدافعون وينافعون بشدة عن محمد بن سلمان قالت يدعيت أحران ذات يوم إننا هذا الرجل أنتظرناه منذ خمسين عاما ماذا سيقدم بن سلمان في تقديرك لإسرائيل وهل هذا هو الغطاء الذي يصنعه ترامب كوشنر والمال السعودي الخليجي كما أشرتم دعونا أن نتذكر أنه في عام 2002 وليو الأهد عبد الله وفر خطة كانت واقعية والإسرائيليين رفضوا النقاش فيها المبادرة العربية نتحدث هنا عنها وبطبيعة الحال أعتقد أن هذه الصفقة تميل إلى إسرائيل أكثر من ميلها إلى الفلسطينيين وهناك بطبيعة الحال بعض الشروط التي تضيق الخناقة على الفلسطينيين ولكن هناك حوافز اقتصادية وبالتالي فإن الفلسطينيين يمكنوا أن يوفر لهم تعويضات اقتصادية كبديل لإستغنائهم عن حق العودة ربما أو تصفية المستوطنات أو ما شكل ذلك أعتقد أن رؤية كوشنر للسلام في أشرق الأوسط وفقا لجميع التقارير تفضي إلى هذه المباحثات أو أفضل إلى هذه المباحثات ولذلك أعتقد أن لديه الأفكار ولديه المستشارين ولديه المنظور التاريخي لكي يوفر فرصة تاريخية قد توفر بعض العدل للفلسطينيين في ضم بيئة بالفعل تشكل تحديات جمع عندما كنتم في السعودية كما قلتم سفيرا كان محمد بن سلمان صغيرا تعرفتم على إخوته ثلاثة قلتم إنهم مثقفون هل كنتم تتصورون أن ابن سلمان سيصل إلى السلطة ماذا حدث لمحمد بن نايف مرة أخرى هل كان لمحمد بن زايد دور للولايات المتحدة ترامب دور لإسرائيل دور في هذا لا أعرف وأشك في ذلك أنا طبعا كنت قريبا من محمد بن نايف وعملت معه عن كثب عندما كان يرأس جهود مكافحة الإرهاب في السعودية وأنا أقدره وأحترمه وعدت بعد تلك الفترة عندما كنت أعيش في دبي وقابلته وأعتقد أنه كان الخبير الأفضل في بكافحة الإرهاب في أشرق الأوسط لذلك حزنت عندما أطيح به وعندما ترح عن الولاية وأعتقد أن هذا الأمر مرتبط بمصلحة الملك سلمان لجهة وضع ابنه ليصبح ملكا في المستقبل وجزء أيضا من المسألة مرتبط بأنه شعر أنه يتعين وجود قوة شاب بخلاف القيادة الخجولة المسنة التي رأيناها في المملكة العربية السعودية لأن هناك تحديات اعترضت سبيلهم ويحتاج إلى رجل قوي وبطبيعة الحال عندما استلم ولي العهد سودة الحكم ربما بالغ في قدراته وأظهر ميلا أوتقراطيا سلطويا لم يتوقحه أحد يرى بعض المراقبين بعض المحللين يرون أن الهرولة من العلاقة الإسرائيلية العربية تحديدا لبعض أولياء العهد لبعض الأمراء لبعض المسؤولين العرب هو التقرب من إسرائيل علاقات سياسية واضحة في العلن من أجل الحفوء الحفاظ على العروش العربي هل صارت إسرائيل سكا أمريكيا يحافظ على النظام العربي الذي يقمع المواطن العربي ما يجري في السعودية في سجونها في معتقلتها هو خير الدليل أليس كذلك سيد سفير حسنا مرة أخرى ولي العهد عبد الله في عام 2002 وفر خطة للتطبيع مع إسرائيل بشروط أما إسرائيل الآن فولجت في قطاع المال والأعمال في الخليج مع دول عربية فهي تبيع على سبيل المثال كاميرات مراقبة لأبو ضبي ومعدات أخرى وإسرائيل أيضا منهمك في محادثات اقتصادية وبطبع الحال هناك سبب يدعونا للتفكير بأن العلاقات الرؤية يمكن أن تطبع وفي فترة ما يمكن أن يكون هناك انفتاح في التبادل الاقتصادي مع إسرائيل ولكن طالما أن هناك عدم تحامل وطالما أن هناك فشل في توفير الحقوق للفلسطينيين وطالما أن هناك غياب لقوة الزعامة الفلسطينية فأعتقد أن هذه الثغرة سوف تكون موجودة وهذه الفجوة سوف تستمر تقرير مولر قريبا في رد على قال الرئيس الأمريكي أو أثنى الرئيس ترامب على وزير العدل وأثنى عليه كثيرا ماذا تتوقعون في تقرير مولر هل سيقلب الطاولة ماذا تتوقعون طبعا أنا أثق ببوب مولا أنا عملته معه عندما كان يرأس الأف بي آي وهو طبعا مستقبل للأفكار المرتبطة بما يمكن فعله في المملكة العربية السعودية وهو طبعا كفو وهو لديه شخصية قوية ونزيه إذن بغض النظري عما يرشح عن التقارير فإن ما يرشح وسوف يكون مرتبطة بالحقائق وليس الأجندة السياسية يجب أن نتذكر ذلك جميعا ولكن لا نعرف ما سيرشح عن التحقيق التقارير سوف يبصر النور عاجلا وأعتقد أنه سيكشف النقابة عن محيط ترمب وعلاقته بالسعودية وروسيا وربما سنصل إلى قرار لأن الملكات هناك تابعات يجب فرضها وإلا فإننا سننطلق لنتحفظ آخر سعيد السفير أعود بذاكرتك إلى المملكة العربية السعودية كنت سفيرا وتعرف الشعب السعودي وتعرف الشارع هناك دعوات من بعض المواقع للتحريك وإلى إخراج الشارع السعودي إلى الشارع أو إخراج الناس إلى الشارع هل هذا ممكن في تقديرك أعتقد أنه محال أن نرى مظاهرات في الشارع السعودي الآن رأينا طبعا مظاهرات للشيعة في الشرقية ولكنها قمعت على نحو من قبل قوى الأم السعودية لن نرى سلوكا كهذا طالما الاقتصاد يوفر يسد رمق العيش ولكن إذا ما انخفضت أسعار النفط وإذا لم يوفر السعوديون وظائف وإذا لم يوفر الأمل والتعليم والطبابة والرعاية الصحية لمواطنيهم فعندها فإن السعودين يمكن أن يمطعد ولكن إحدى الأمور المرتبطة بالسعوديين هي رغبتهم بأن يكون هناك قادة من العائلة المالكة كما تعرفون يتضرعون إلى الله ويصلون لهم دائما أبدا خمس مرات في اليوم وهذا مغروس في ثقافتهم ولذلك من غير المرجح أن نرى تظاهرات في الشوارع في أي وقت وداخل الخلاف داخل العائلة المالكة وما حدث في الريتس كاريلتون هو دليل سيد سفير هناك من يقول من المحللين من أن محمد بن زايد ينتقم من السعودية بشكل ما في علاقته هذا في مسألة اليمن في مسألة حصار قطر وطوريتي وهناك من يتخوف على تقسيم السعودية السياسة كما يقول ابن خلدون هي فن الممكن ما هو الممكن في هذا المجال داخل البيت السعودي داخل المملكة العربية السعودية الشاسعة التي تضيق الآن يتحول المواطن إلى سجين يعاني لا أعتقد أن هذا مرتبط ببعضها البعض أعتقد أن ما حصل في الريتس كارتون يدعو للعار وكان هناك فساد وكان يجب أتصدي له ولكن أعتقد أن ولي العهد أراد أن يعزز من قوته من خلال الريتس كارتون أنا قابلت الوليد بن طلال الأمير الوليد بن طلال قبل ثلاثة أربعة أشهر من سجنه ومن اعتقاله في الريتس كارتون وهناك أيضا أشخاص رفيعي والمستوى ومسؤولين سجنوا بما في ذلك الشخص الذي سمي الآن أو عينه كوزير الخارجية السعودية إذن كانت تلك حلقة معيبة ولا أعتقد أن هذا مرتبط بمحمد بن زايد بأي طريقة لذلك لا أعتقد أن هناك رابط وإذا لم يكن هناك رابط فلا أدري ما هو الرابط ما هو الرابط بين ترامب وهذا التخلي يعني ربما البعض يرى بأن الولايات المتحدة خسرت كثيرا من الأصدقاء إلغاء المعاهدة مع الاتحاد الأوروبي في كثير من المسائل إلغاء المعاهدة مع روسيا العلاقة في الشرق الأوسط هل تعتبرون الرئيس ترامب نقمة أم نعمة على الولايات المتحدة الأمريكية وهو يفاخر دائما بوعوده الانتخابي وأنه يطبق وينفذ هذه الوعود إذا ما نظرنا إلى الاستطلاعات فإن جل الأمريكيين لا يستحسنون سلوك ترامب على سدة الحكم ولا يستحسنون الكثير من سياساته الخارجية أما الخروج أو الانسحاب من خطط العمل المشترك الشام الاتفاق الإيراني راقة لأسعودين والإماراتين والإسرائيليين وهم شجعوا هذا الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني ولذلك فإن ترامب كان لديه داعمين لإتخاذ هذا القرار ولكن أعتقد أنه من الصعوبة بمكان أن نعرف ما هو الرأي العام الآن في أمريكا لأن الكثير يعتمد على تقرير مولا والكثير يعتمد على سلوك ترامب القادم لأن سياسته المتذبذبة الخارجية جعلت الأمر الصعب بالنسبة للشعب الأمريكي لكي يفهموا أي نهوة وما يريد لكي يدعموه شكرا جزيلا لك في واشنطن السيد السفير روبرت جوردان على هذا الحوار شكرا جزيلا شكرا لكم مشاهدين الكرام على المتابعة إلى لقاءات أخرى دمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء